من منا لا ينسى شخصية علوان البكري في مسلسل دئاب الجبل وشخصية المعلم عباس الدو في الجزء الاول من مسلسل المال والبنون او شخصية اسد الله حمزة ابن عبد المطلب في فيلم الرسالة كل هذه الشخصيات تجتمع في ممثل من عمالقة الفن وهو الفنان القدير عبدالله غيس ولد عبدالله غيس في 28 يناير عام 1930 وهو الاخ الاصغر للفنان الراحل حمدي غيس وعبدالله غيس من اسرة كبيرة من عائلات محافظة الشرقية وتحديدا في قرية شل شلمون بمني القمح وكان والده يدرس الطب في العاصمة البريطانية لندن ولكن استدعاه والده لكي يتولى العمودية حيث كانت العائلة من الاعيان وكانت هذه العائلة من العائلات العريقة الذين يمتلكون الكثير من الافدنة الزراعية وبالفعل عاد الاب وتولى العمودية وتزوج وانجب خمس ابناء وكان اصغرهم الفنان الراحل عبدالله غيس وقد كان طفلا رضيعا اثناء وفاة والده بينما كان حمدي غيس في سنة الرابعة من عمره ولان عبدالله وحمد غيس كان من زوجة الاب الثانية فقد استحبت الزوجة ابنيها الاثنين الى القاهرة حيث كان والدها احد شيوخ الازهر وعاشت في حي الحسين مع والدها وشقيقها وارتبط حمدي غيس بشقيقه عبدالله غيس جدا حيث اعتبره ابن وليس اخيه ثم التحق عبدالله غيس بالمعهد العالي للفنون المسرحية تحت اشراف شقيقه الذي كان يعمل مدرسا بالمعهد بعد عودته من باسا في فرنسا وعبدالله غيس كان من ابرز فنان المسرح العربي والذي تألق فيه ومنحه كل مواهبه وقدراته الفنية وكان يوسف وهبي اول من قام بترشيحه حتى يكون خليفة له على المسرح وقد التحق بالمسرح القومي وهو ما زال طالبا بالمعهد وتخرج من المعهد عام 1955 وكان له مشوار فني حافل بالاعمال المتميزة والمسلسلات والافلام التي لا تنسى مهما مرت السنوات فقد برع في تجسيد الشخصيات بكل انواعها من الشر الى الطيبة الى الشخصية التاريخية والشخصية المسيطرة والشخصية التي تقع في الحب وغيرها من الشخصيات المتميزة فهو فنان قدير ورائع بكل ما تحتويه الكلمة من معنى وقد حصل على العديد من الجوائز على مدار مسرته الفنية ومنها جائزة عن فيلم سمن الحرية وذلك عام 1964 وجائزة عن دوره في مصرحية الوزير العاشق التي ابكت السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل انور السادات وقد ارتبط عبدالله غيس منذ الطفولة بقصة حب مع ابنة خالته وهي السيدة وجيها علي ابراهيم والتي تزوج منها وهو شاب في السامنة عشر من عمره وقيمت الافراح لمدة اسبوع في قريته بالشرقية وانجب منها سلاسة ابناء هم الحسيني وادهم وعبلة وقد استمرت معه طيلة ايام حياته وكانت اقرب الناس اليه حتى توفى ورحل عن عالمنا فقد كان شخصا محافظا على خصوصية بيته ولا يخلط بين صدقات الفن وجو الاسرة وقد جسد الفنان الراحل عبدالله غيس شخصية اسد الله حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في الفيلم التاريخي العظيم الرسالة والذي تم عرضه عام 1976 وفي النسخة الاجنبية كان يجسد نفس الشخصية الممثل الامريكي الشهير انتوني كوين الشهير بشخصية عمر المختار وفي احد اللقاءات روى الفنان عبدالله غيس عن كواليس فيلم الرسالة وما حدث مع انتوني كوين وقال تلقيت مكالمة من المنتج العربي تكفور انتونيان وقال ان هناك مخرج عربي امريكي سيكون بعمل فيلم تاريخي عظيم بعنوان الرسالة وعاوز ممثلين مصريين وعاوز يقابلني ولكن لم اخذ الموضوع بجدية لان سبق وجاء الايطاليون وطلبوا نفس الامر وصورونا لكن الادوار كانت بعيدة تماما عن مكانتنا وفيها اساءة الينا وتابع حديثه قابلت شاب سوري وقال لي ان مساعد المخرج مصطفى العقاد وقال لي ان مرشح لدور حمزة وان في لجنة منعقدة في لندن هنعمل اختبار كاميرا بالمكياج واللباس وبعدها يوفقوا علي او يرفضوا ولكن انتوني كوين كان مفروض يعمل دور ابو سفيان اللي عمله بعد كده حمدي غيس ولكن لما قرأ الرواية تمسك بدور حمزة وقال لي بعدها مصطفى العقاد مبروك انت هتعمل دور حمزة في النسخة العربية وانتوني كوين هيعمل دورك في النسخة الاجنبية وتابع حديثه وجاء اول يوم تصوير وكان في دولة المغرب وعملوا مدينة كاملة لمكة وكان حاضر مئات من البشر واسب انتوني كوين يطلب مني امثل انا الاول عشان يتعلم مني فالدور عربي والشخصية عربية انزعكت وخفت في بداية الامر وقال بي دأ ولكن قريت الفتحة فهدئت نفسي وقلت في قرارة نفسي انا هخاف من ايه ده احنا حضرتنا اكبر من حضرتهم عشرات المرات واضافت لاتب اقدام سابتة وقديت المشهد من اول مرة بشكل جيد جدا واذا بالجماهير المغربية تصفق بحرارة وحتى الاجانب كنت اقابلهم كانوا يخلعوا البرنيتة حتى يحيوني وفي فترة الستينات قدم عبدالله غيس مجموعة من الاعمال الفنية المتميزة من ابرزها فيلم ربع العدوية عام 1963 وايضا فيلم ادهم الشرقاوي عام 1964 وفيلم الحرام عام 1965 وفيلم سمن الحرية عام 1964 كما انه تقلق في فترة السمانينات وقدم فيلم ملف سمية شعراوي عام 1988 كما تميز ايضا في فترة التسعينات وقدم فيلم عصر القوة عام 1991 وتقلق في فيلم ديكي البارابر عام 1992 كما تقلق ايضا عبدالله غيس في الدراما التلفزيونية وقدم عدد من الاعمال التلفزيونية المتميزة ومن ابرزها مسلسل الضحية عام 1964 ومسلسل قضية سقر عام 1972 كما قدم مسلسل سليمان الحلبي عام 1976 ومسلسل عابر سبيل عام 1983 كما تميز مسلسل المال والبانون عام 1992 وتقلق في مسلسل السعلب عام 1993 وفي السنوات الاخيرة من حياة عبدالله غيس اصيب بمرض سرطان الرأة وكان هذا الخبر بمثابة الصعقة على اخيه الاكبر الفنان حمدي غيس فكان متعلق به جدا وكان بيعتبره انه ابنه وليس اخيه وقد تحدث الحسين غيس ابن الفنان عبدالله غيس عن مرض والده وقال عندما مرد ابي بهذا المرض شعرت بحزن لم اشعر به طول حياتي وكانت امي في هذه الفترة حزينة ودائمة البكاء بسبب مرض والدي ولكنه حاول ان يقاوم هذا المرض اللعين ويتغلب عليه ولكن هزمه المرض وكان لوفاة عبدالله غيس قصة غريبة وذلك اسناء تصوير مسلسل ذئاب الجبل وذلك عام 1993 حيث كان من المفترض ان يقدم شخصية علوان البكري كان الفنان الراحل صلاح قبيل ولكنه بعد عدة مشاهد من المسلسل توفيه وعندما عرضت دور على عبدالله غيس قال انتو عاوزين تموتوني زي صلاح وبالفعل توفيه في هذا المسلسل وقبل الانتهاء من تصوير مشاهده وتوفيه في يوم 13 مارس عام 1993 عن عمر 63 عاما وحفيدة عبدالله غيس هي الفنانة الشابة ياسمين غيس وقد اعلنت الفنانة ياسمين غيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي اصابتها بمرض السرطان حيث انها اصيبت به في عام 2016 ومازالت تقاوم هذا المرض حتى الان مع خالص الامنيات القلبية للفنانة ياسمين غيس بالشفاء العجل واحنا بندعي للفنان الراحل عبدالله غيس بالرحمة والمغفرة وان ربنا يدخله فسيح جناته وشكرا جزيلا لحضراتكم لحسن المتابعة اشتركوا في القناة